السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسلام فيكم على قناة وي سمارت اليوم نكملين معكم عن جهاز شيلي يوني رجعت الجهاز في فيديو سابق رابطه رح يكون موجود في الأسفل واليوم معنا حساس جديد رح نجربه مع الجهاز الحساس وظيفته قياس مستوى السوائل عن طريق الضغط وهذا الحساس أنالوب متوافق تماما مع شيلي يوني خلينا نجرب الجهاز مباشرة وبعد التجربة طريقة التركيب ربطت الحساس على شيلي يوني وضعت الحساس داخل خزان ماء صغير الخزان يعتبر ممتلع عند وصوله إلى 15 سم تابعوا تغير الفولتية مع ارتفاع مستوى الماء داخل الخزان لاحظوا معي دقة الحساس في قراءة ارتفاع الماء في مسافة صغيرة جدا بين 10 إلى 15 سم وهو مخصص لقياس الارتفاع العمق 2 متر فدقة الجهاز رهيبة جدا عند وصول الماء إلى مستوى 15 سم يعتبر الخزان ممتلع بالكامل مباشرة سأستلم تنبيه بأن الخزان امتلأ إلى أعلى هد الآن خلينا نتعرف على مواصفات الجهاز الحساس الموجود أمامنا مخصص لقياس مستوى السوائل عمق 2 متر في الخزان مع سلك 5 متر متوفر منه موديلات من 1 إلى 20 متر الأوتبوت الخاص بالجهاز فيه منه 3 موديلات وهي نقطة مهمة جدا الموديل الأول بقيس تيار الموديل الثاني والثالث بقيسه فولتية من 0 إلى 5 فولت أو من 0 إلى 10 فولت وهدول الموديلين هم المتوافقين مع شليوني بتميزه بوجود 3 أسلاك فيه عليه 3 أسلاك للموديل الموديل اللي بقيس تيار عليه سلكين فقط طبعا رابط البائع رح يكون موجود في الأسفل متوفر عنده طبعا أكيد خدمة علي إكس بريس دايركت اللي شرحناها في فيديو سابق الحساس بحتاج طاقة للعمل 24 فولت لكن يمكن تشغيله على فولتية من 12 إلى 30 أنا رح أشغله على 12 فولت فرح فقط علينا أنه نربط السلك الأزرق على الخط السالب والأحمر على الخط الموجب والأبيض رح يروح على شليوني على السلك رقم 3 شليوني بولتية من 12 إلى 36 نفس البولتية اللي بشتغل عليها السنسور فرح نشغل الشليوني والسنسور على نفس البولتية اللي هي 12 فولت رح أستخدم باور أدابتر خاص بريسيبر فرح أشغله متنين من نفس الباور أدابتر طبعا حكينا إحنا في فيديو سابق إنه شليوني السلك الأحمر والأسود هم اللي بغدوها بالطاقة وعننا السلك الأبيض والسلك رقم 6 هدول اللي بشغلوا السنسور على شليوني طبعا كان في اليوزر المانويل السابق مذكور إنه السلك رقم 7 هو السالب للسنسور لكن تم تعديل اليوزر المانويل وصار السلك رقم 6 هو الخاص بتشغيل السنسور فرح نستخدم هدول السلكين السلك الأبيض رح يروح مع السلك الأبيض على السنسور والسلك الأخضر هو سالب فرح نربطه مباشرة مع السالب اللي موجود على شليوني ونربطهم مع بعض عشان يتوحد السالب رح ورجيكم طرقة التركيب الآن مع بعض هذا هو الشكل النهائي بعد الربط خلينا نتفرج عليه عن قرب عنا السلك الأزرق من الحساس والسلك الأسود رقم 2 والسلك الأخضر رقم 6 من شلي مربطين معا على الناقص على الأدافتر وعنا الأحمر من الحساس مع الأحمر من جهاز شلي يوني اللي هو رقم 1 على شلي يوني مربطين معا على الزائد وعنا الخط الأبيض من الحساس مع الخط الأبيض رقم 3 من شلي يوني مربطين معا بشكل منفصل وآخر خطوة اللي هي توصيل الطاقة للنظام رح نوصل الادابتر الباور ادابتر على الجهاز رح نضيف على التجربة هاي المرة مضخة لتفريغ الماء بالأساس هي لسحب الماء من برك السباحة ورح نربطها على شيلي بلغ اس الفكرة من التجربة هي عمل علاقة بين شيلي يوني وشيلي بلغ اس شيلي يوني هي اللي رح تتحكم بتشغيل وطفاء هاي المضخة عند وصول الماء الى اعلى حد في الخزان ورح تطفي عند تفريغ الخزان من الماء بشكل كامل خلينا نعمل التجربة وضعت المضخة داخل الخزان وربطتها مباشرة على شيلي بلغ اس طبعا علاقة التحكم كاملة رح تكون اوتوماتيكية عن طريق الشيلي يوني الفكرة من التجربة هي توضيح علية عمل شيلي بلغ اس مع اجهزة شيلي الاخرى بدون انترنت هذا المثال يعمل بدقة حتى لو فصل الانترنت لو ركبنا شيلي بي ام على مضخة ماء عادية مع شيلي يوني في الخزان العلوي او السفلي رح يكون قلية العمل دقيقة جدا في هذا المثال عدلت على اعجازات شيلي يوني عند وصول الفلتية الى 29% يعتبر الخزان ممتلئ واذا ارتفعت الى 30% فرغ الخزان عن طريق تشغيل المضخة لداخل الخزان نايل واذا نزلت هاي البلتية الى 2% رح يتم ايقاف مضخة تفريغ الخزان وهذا اذا بدل بدل على دقة الارقام اللي احنا شايفينها وكيف ممكن ننفذ عن طريقة اوتوميشن رهيب ونستلم تنبيهات على الهاتف او على المساعدات بالطريقة لمشوفها مناسبة نايل وضعت الحساس الان في الخزان فعليا والخزان ممتلئ كانت القراءة 2 فولت تقريبا ارتفاع خزاني هو متر ولو كان خزاني مترين نفس ارتفاع الحساس راح تكون الفولتية من 4 الى 5 فولت نفس فولتية الجهاز الاتوميشن اللي تم على مضخة سحب الماء تم عن طريق الاكشن في شيلي يوني في حال ارتفاع الفولت عن 300 ميلي فولت الجهاز بعطي امر تشغيل لشيلي بلاق اس عن طريق الرابط التالي موجود امامنا اللي هو الاي بيث الخاص بالجهاز رقم الرلي وامر تيرن اون في حال نزل الفولت عن 20 ميلي فولت بعطي امر ايقاف لشيلي بلاق اس عن طريق الرابط نفسه بس مع الامر اوف اما بخصوص التنبيهات على مساعد امازون كانت عن طريق السينز فرح ندخل على mychili.mycloud مباشرة بتدخلنا كأنه احنا دخلنا على تطبيق شيلي من خلال المتصفح استخدمت فيها السينز طبعا السينز بتحتاج الانترنت فكان في عندي تو سينز واحدة تانك فول واحدة تانك امتي واستخدمت اضافة شيلي الجديدة اللي هي التنبيه على مساعد امازون هي جديدة نسبيا صلها فترة مجرد ما يصير الرلي الخاص بشيلي يوني يتحول الى اون بدي استلم تنبيه على مساعد امازون تنبيه هذا ممكن اضيفه على التريجر في مساعد امازون عن طريق التريجر بامكاني اني انا استقبل او اخلي مساعد امازون يحكي اي شي انا محتاجه بكتب له ايا كتابه فهو بحكيه لما يصير هذا التنبيه هاي هي كانت الطريقة هاي الطريقة اللي استخدمتها في هذا الاتوميشن الجهاز ممتاز رائع انصح فيه بشدة ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكون عجبتكم المراجعة واستفدتم منها لايك وسبسكرايب السلام عليكم موسيقى